صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس التي دار جدال كبير رغم كل جهود الوسطى في إنجازها لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين لإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين مصيرها لن يحسن فيما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن كما نقلت صحيفة والستريت جورنال عن مسؤولين في البيت الأبيض بوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بات واضحا للجميع حتى الإدارة الأمريكية رغم عدم اعترافها بذلك أن بن يمين نتنياهو لا يريد الصفقة تحقيقات صحفية إسرائيلية كشفت الطريقة التي أحبط بن يمين نتنياهو بشكل متتابع كل مقترحات الصفقات حتى المقترح الذي قدمه هو وتبناه بايدن وتبناه مجلس الأمن تراجع عنه بن يمين نتنياهو وبدأ يضع شروط جديدة وما تسمى مبادئ جديدة حديث مسؤولين أمريكيين أن المعضل الكبير التي أدت إلى عدم وصول الاتفاق إسرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلف وإسرار حماس على تفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين يرى محللون أن ذلك كان بالإمكان التغلب عليه لو كان هناك نوايا للوصول الاتفاق موضوع محور فيلادلف الذي يصل عليه هو ليس سوى دريعة للإبقاء على هذه الحرب لأنه يدرك تماما أنه لا يمكن التوصل إلى صفقة مداما يجلس في محور فيلادلف ويسيطر عليه لأن هذا الأمر أصبح من المسلمات لدى حركة حماس ولدى المقاومة الفلسطينية لذلك الذي يتحمل مسؤولية أولا وأخيرا هو من يعيق التوصل إلى صفقة من خلال التمسك بمحور حتى قادة الجيش قالوا له بأنه لن يفيدهم عسكريا في المستقبل إعلان الحكومة الإسرائيلية منذ عدة أسابيع أن عودة سكان البلدات الشمالية لمنازلهم ضمن أهداف الحرب أكد وفق المراقبين بما لا يدع مجانا للشك أن صفقة التبادل ليس لها أهمية في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا بين إسرائيل وحزب الله ما جاء التصعيد على الحدود اللبنانية ما جعل الكثير من الإسرائيليين حتى عائلات الأسراء الإسرائيليين مقتنعين بأن قضية الصفقة قد نسيت وأن التركيز على الجبهة الشمالية ونقل قوات من قطاع غزة إلى الشمال يعني أن الضغط العسكري سيتراجع في قطاع غزة وأن قضية هذا الضغط الذي قد يدفع المقاومة إلى القبول الصفقة تراجع لذلك باتت قضية الصفقة كما يبدو وراء ظهور معظم الإسرائيليين رغب التباينات التي تتناقلها وسائل الإعلام الدولية حول مصير صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس إلا أن الحقيقة الراسخة كما يرى المراقبون أن مصير الصفقة بات واضحا أنها لن تتم في عهد بايدن ولكنها ستؤجل إلى ما بعد ذلك في ظل المشهد الذي بدأ يتغير في المنطقة الشمالية لإسرائيل والتصعيد بينها وحزب الله محمد الصنوري سي جي تي أن العربية رام الله اشتركوا في القناة